تكليف من حضرة صاحب الجلالة نائب حاكم الشارقة والشيخ سالم بن محمد بن سلطان القاسمي بوفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي رحمه الله هذا اليوم بقصر البديع بإمارة الشارقة كما نقل معالي وزير الخارجية خالي صاتعازي ومؤساتي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وشعب البحرين إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وأفراد الأسرة الكريمة في إمارة الشارقة داعيا الله أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة الملك المفدى على هذه المشاعر الطيبة التي تعكس العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة اشتركوا في القناة